علق الإعلامي عمر أديب على وقاعة ضبط مواطن يدعى أبو كيان صاحب إعلان بيع المواد المخدرة بالمنوفية قائلا والله العظيم لما شفت الإعلان قلت بيبيع تكيفات بس ليه في الشتاء وأضاف أديب خلال حلقة اليوم من برنامج الحكاية صاحب الإعلان حط العنوان والتليفون ورقم للشكاوي عند هوتلاين بيهتم بالزبون عشان لو حد الصنف ما عجبوش يرجع أجهزة وزارة الداخلية كشفت ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي متضمنا صورة لإعلان يقوم بالطوير لبيع المواد المخدرة المتنوعة مرفق بها أرقام هواتف محمولة محدودة وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي من تحديد وضبط مرتكب الواقع طبعا أنه أحد العناصر الإجرامية الخطيرة شهرته أبو كيان مقيم بدائرة مركة شورتد أويسناء بالمنوفية وعسرة بحوزاتها وعلى 6 كيلو جرام من مخدر الحشيش كمية من مخدر الهلوين 2 كيلو جرام من مخدر الهايدرو منتقية خرطوش وعدد من الطلقات ترجمة نانسي قنقر